مبروك مرة تانية لمنتخبنا الوطني ووصوله إلى المرحلة النهائية في تصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 فوز على الجابون يعني فيه كلام كتير حنتكلم شوية كويس وشوية وحش لأنه الحقيقة الأداء لم يكن مش عاجب الناس كلها الحقيقة أو مش عاجب معظم الناس بسبب طبعا تغييرات التشكيل وتجارب المدير الفني كارلوس كيروش لكن في النهاية حضرتك أول مجموعة مصر أول مجموعة تأهلت للمباراة الفصلة إن شاء الله عندك تحديات كثيرة خلال الفترة القادمة عندك تحديين وراء بعض مهمين جدا 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 أولهم كأس العرب تاني تحدي كأس الأمم الأفريقية قبل إن شاء الله المباراة الفصلة في مارس 2022 خلينا نروح لترتيب مجموعة مصر في طبعا تصفيات كأس العالم مصر في الصدارة ب14 نقطة والجابون في المركز الثاني بسبع نقاط وليبيا في المركز الثالث بنفس عدد النقاط سبعة وأنجولا في المركز الأخير برصيد خمس نقاط الحمد لله قضي الأمر ومنتخب مصر سيواجه أحد منتخبات التصنيف الأول خلاص لأن الخمس منتخبات في التصنيف الأول كلهم تأهلوا المنتخبات المتأهلة إلى المرحلة النهائية في تصفيات كأس العالم بالنسبة للتصنيف الأول السنغال المنتخب السنغالي في 1564.9 نقطة المنتخب التونسي في المركز الثاني 1525 المنتخب المغربي في المركز الثالث ب1513 المنتخب الجزائري 1509 ثم يأتي في المركز الخامس المنتخب النيجيلي ب1478.1 نقطة دول التصنيف الأول وكلهم اتأهلوا نيجي بقى للتصنيف الثاني تصنيف الثاني وعدد النقاط المنتخب المصري في بداية التصنيف الثاني ب1447.85 والمنتخب الغاني 1424.87 وأما المنتخب الإفواري في 1424.12 والمنتخب الإفواري لم يتأهل وبالتالي عيجي مكانه الكنغو الديمقراطية اللي تأهلت بالفعل. أما المنتخب الكاميروني اللي فاز النهاردة على المنتخب الإفواري وتأهل 1418 ثم يأتي المنتخب المالي في المركز العاشر 1412. إذن حضراتكم عارفين العشر منتخبات اللي هتلعب إن شاء الله تسعة منهم اتأهلوا وواحد بس اللي كان مفاجأة كودفوار خرجت برة العشرة المصنفين أولا ثم الكنغو هي اللي دخلت مكان كودفوار وبالتالي الفرق دي هي اللي هتبقى أو هتلاعب بعض خلال شهر مارس القادم. منتخب مصر الحقيقة لما تيجي تبص هتلاقي إنه عنده هدف واحد بس ما فيش غيره هو الوصول لنهائيات كأس العالم 2022 إن شاء الله. وبالتالي المفروض بقى نشتغل من دلوقتي. وما نشغلش بالنا بقى من تصريف أول ومن تصريف تاني. إحنا عايزين نروح كأس عالم نلعب أي حد ونكسب أي حد إن شاء الله. إن شاء الله نركز على إن إحنا عندنا ماتش فاصل. ذهاب وعياب في شهر مارس. مع منتخب قوي. مع أي من المنتخبات الخامسة اللي هنلعبها. إن شاء الله نستطيع أن نفوز بطريقة اللي بيلعب بيها كارلوس كيروش لأنه الحقيقة كارلوس كيروش النهاردة يعني تغييرات كثيرة جدا في الملعب وأمور كثيرة جدا حدست والناس مش عجبها. كل جمهور المصري أو معظم الجمهور المصري مش عجبوا لسه الأداء. إن شاء الله اتحاد كرة القدم كمان يوفر لمنتخبنا الوطني الإعداد المناسب وإن شاء الله نستطيع أن نصل إلى المباراة النهائية إن شاء الله في شهر مارس وإحنا كلنا متمسكين وإحنا درنا أن ندعم منتخبنا الوطني من المفترض أن القرعة حتى الآن هي يوم 18 ديسمبر المقبل حيث يقسم الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا المنتخبات العشرة إلى مستويين زي ما حضراتكم شفتوا وفقا طبعا للتصنيف اللي احنا عرضناه على حضراتكم فرق الخمسة الأعلى في التصنيف ستواجه الفرق الأقل في التصنيف لو بصينا بقى على جدول مباريات منتخبنا الوطني في الفترة المقبلة حلق أن الدوري إن شاء الله هيرجع وحنلعب ثلاث جولات في الدوري العام المصري وبعد كده منتخبنا الوطني يروح يلعب في كأس العرب بطولة إن شاء الله يستطيع تكون إعداد جيد للفترة القادمة وموعد مباريات المنتخب الوطني في بطولة كأس العرب مصر ولبنان في أولى المباريات إن شاء الله ستبقى يوم 1 ديسمبر 2021 في تمام الساعة الثالثة ثم السودان ومصر في تمام الساعة السادسة يوم 4 ديسمبر 2021 ثم المباراة الأخيرة أمام المنتخب الجزائري ستبقى في يوم 7 12 2021 في تمام الساعة التساعة ده دور المجموعات وإن شاء الله مصر لو تأهلت هنشوف بقى هتلعب مع مين بطولة كأس العرب بطولة إن شاء الله تكون فرصة جيدة جدا للجهاز الفني واللي كارلوس كيروش إن هو يستطيع أن يستقر على القوام الرئيسي والأساسي اللي هيلعب به إنه هيلعب في هذه البطولة بالمحليين علشان ياخد مجموعة من هؤلاء اللاعبين يلعب بيوم أكتر في المباراة أو في دوري أو في بطولة كأس أمم أفريقيا وبعد كده إن شاء الله كأس أول مباراة الفصلة اللي كل مصر إن شاء الله تنتظر هذه المباراة ترجمة نانسي قنقر